الحمد لله عبد العالمين والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه وعسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد فيقول عبد العزة عز وجل مخاطبا سيدنا موسى عليه السلام ممتنا عليه بما أنعم به على قومه طالبا أن يذكرهم بفضل الله عليهم فقال سبحانه وذكرهم بأيام الله وأيام الله لكل قوم هي أيام العزة وأيام النصر وأيام الرفعة وأيام المجد ومن أيام العزة والرفعة والمجد والنصر في تاريخنا المصري الحديث يوم السادس من أكتوبر سنة 1973 حيث استطاع الجيش المصري العظيم وخلفه الشعب المصري العظيم أن يسترد ليس لمصر وحدها وإنما للأمة العربية والإسلامية مجدها وعزها في هذه الحرب وقف الشعب المصري صفاً واحداً خلف رئيسه وجيشه وسعطته ومؤسساته الوطنية وقف على قلب رجل واحد في ملحمة من الفداء والتضحية في سبيل الوطن حب الوطن قيمة إسلامية وفطة إنسانية فطعة الله التي فطع الناس عليها لا تبديل لخلق الله وكان نبينا صلى الله عليه وسلم من أشد الناس حباً لوطنه وهو القائل يوم أن أخرج من مكة والله يا مكة إنك لأحب بلاد الله إلي ولولا أن أهلك أخرجون منك ما خرجت وقد قالوا إذا عدت أن تعرف وفاء الرجل وأصالة الرجل وطيب معدن الرجل فانظر إلى مدى وفائه لوطنه وحفاظه عليه وتمسكه به يقول شوقي لنا وطن بأنفسنا نقيه وبالدني العريضة نفتديه إذا ما سالت الأرواح فيه بذلناها كأن لم نعطي شيئا نقوم على الحماية على حماية الأوطان ما حيينا ونعهد بالتمام بالحفاظ على الوطن وببنائه إلى بنينا وفيك نموت مصع كما حيينا ويبقى وجهك المحمي حيا هنا نؤكد أن حق الوطن لا يقع على عاتق فرد بعينه ولا حتى على جيل بعينه فعلى كل جيل من الأجيال أن يعطي للوطني حق الوطن عليه جيل العاشر من رمضان السادس من أكتوبر 1973 من أبائنا وأجدادنا أدى حق الوطن عليه فداء وتضحية بما قدم من الشهداء وما احتملوا من الإصابات وما قدموا لخدمة القضية وها نحن نحتاج أن نستعيد هذه الروح علينا أن نستعيد روح أكتوبر في الالتفاف خلف رئيسنا خلف جيشنا خلف شرطتنا خلف مؤسساتنا الوطنية في مواجهة قوى الهد والإرهاب والشر التي تعمل على هدم الأوطان وزعزعة الاستقرار كما أننا نحتاج إلى روح أكتوبر في مواصلة معركة البناء والتنمية التي تقوم بها الدولة المصرية في عصرنا الله خير القيام كل منا عليه دور في مجاله وميدانه المعلم في مدرسته الإمام في مسجده الطبيب في مشفاه الصانع في مصنعه الفلاح في حقله على كل منا أن يكتهد في الوفاء بحق الوطن عليه سواء من جهة إتقان العمل إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه على كل منا أن يتقن عمله وأن يخلص لوطنه فالقليل إلى القليل كثير فالوطن لكل أبنائه ومجهود كل أبنائه ثم إن هناك أمرا في غاية الأهمية وغاية الحيوية وهو معركة الوعي قضية الوعي خطوة الهد والهدامين وعدم الانسياق خلف الشائعات والآجيف والأكاذيب كل منا مع أبنائه في أسعاته يذكر بالتحديات التي تتهدد المنطقة بأكملها وندرك أننا في معركة وجود وأن الوطن يحتاج منا إلى تضحيات وإذا كانوا أباؤنا وأجدادنا قد ضحوا لنعيش في عزة وقرامة فإن علينا أيضاً أن نضحي للحفاظ على هذه العزة وعلى تلك القرامة ولعيش أبناؤنا وأحفادنا في عزة وقرامة وكما نذكر كيل اكتوبر بالعزة والفخار والاعتزاز بالأباء نأمل أن يذكرنا أبناؤنا وأحفادنا بأننا حافظنا على هذا الوطن وسلمنا راية الوطن عالية مرفوعة لم نهن يوماً ولم نضعف يوماً ولم نستسلم وإنما كنا على صغور الوطن أبطالاً عظماء كما كان أباؤنا أبطالاً عظماء وقد قالوا زاع من قبلنا فحصدنا ونحن نزاع ليحصد من بعدنا هكذا يكون الولاء وهكذا يكون الانتماء للوطن وبهذا نستعيد روح العزة والنص ونأخذ الضغوص والعبر من انتصالات اكتوبر أسأل الله العلي العظيم أن يجعل أيام مصر كلها نصاً وعزة ومجداً وأن يهيأ لنا من أمر رشد وأن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء ومكروه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة